مما يؤكد كمان ان عصر خمروي كان من العصور الحلوة كويسة انه لما سمع عن اديورة وادي شهيت او وادي النطرون حب انه هو يزورها فرتبوله زيارة وكان بقى فيها وقائع طريفة قوي يعني وشوف نتج عن هزي الزيارة ايه يعني طبعا الكلام ده كله هنلاقيه في تاريخ البطاركة اللي كاتب وصويروس ابن المقفع او المنسوب ليه يعني او تاريخ الاباء البطاركة اللي كتبوا اسخفه موجود في الكتابين دول هو زار دير ابو مقار بصفة انه هو يعني اكبر الاضيورة في عصره في هذا الوقت وبعدين جه واقف عند التابوت اللي مدفون فيه القديس ابو مقار احنا عارفين انه ابو مقار هو والثلاث مقارات مدفونين في ثلاث الابيب كبيرة موجودة في الدير لحد دلوقتي عم كن احنا عندنا صورة ممكن نعرضها للرفاة بتاعة ابو مقار فقال مين في التابوت ده قالوله ده صاحب الدير ابو مقار فقال طب اكشفولي عنه دي المقصولة اللي موجودة حاليا اللي فيها اكسادي تلاث مقارات جنبه بعض واللي واقف عندها خمروي وطلب الكشف عن القديس ابو مقار الكبير فكشفوله عن وجهه كشفوله عن وجهه فامسكه من لحياته يبدو ان ابو مقار يعني كان بكمل هيئته يعني فبيقوله انه لما مسكه من لحيته وشدها ابو مقار فتحانيه ياه فسقط خمرويه على الارض مقشيا عليه اغم عليه اكيد طبعا انت بتعامل مع واحد يعني متوفي لكن لما تلاقيه فتحانيك وطبعا دي يعني اذا اقول ربما ابو مقار بيديله علامة على انه له كرامة وله مهابة يعني طبعا يقولوا قاعدوا ساعة يفوقوا فيه ويجيبوله شوية طورش يجيبوله شوية ريحان يجيبوله وفي الاخر يقولك دهنوا بزيت الانديل بتاع بو مقار حيفو ففاء ففاء قال لهم من اللي حصل قال لهم من ده قال لهم ده صاحب البيع ده صاحب الدير ده ده الكبير بتاعنا ودراج الولي ودراج الالديس ودراج الله وكرامات يعني قال لا لا شفت بعناي يعني فالمهم بيزوروه باقي الكنيسة الكبيرة فكان لسه الكنيسة الكبيرة في وقتها لسه فيها فرسكات على الحوائط تعارف الكنيسة القديمة بتاعتنا كانت كلها مليانة فرسكات طبعا ويمكن يتدليل على كده كنيسة أمبان تونس بحر الأحمر طبقات اه وطبقات كتيرة واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده فلاقى صورة فارس ركب على حصان فسأل مين الفارس ده قالول ده الشهيد العظيم الأمير تدرس الشب فهو حب يهزر كان في إيده حزمة رحان فقال له طيب خد يا شهيد حزمة الرحان دي وراح رماها يقول فخرجت يد من الصورة ومساكد بقول لك تاريخ البطار كبسكولينا حاجات طريفة قوي قوي يقول لك خرج مسرعا من البيع ومن هذا الوقت بقول لك بدأ انه يحترم جدا 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 رجال الدين المسيح لانه شاف كرامات كتيرة من الإديسيين وشاف صلاتهم بتعمل ايه وده يورينا قد ايه كان فيه صلة قوية بينه وبين البابا خائل يعني كان فيه صلة وربما كان بينعم على بعض الاضيورة مثلا بانعامات او هبات او حاجات زي كده يعني اكيد لانه اللي شافه برضو حاجات مش سهلة بزاق بزاق يعني واحد يرمي الحزمة التانية اخدها منه برضو دي مش هيستوعبها ده يقوله كمان في تاريخ البطاركة انه مكان اليد اللي خرجت عمله علامة صليب يعني عشان تفضل هذه المعجزة بقية يعني كنا نتمنى ان الفرسكات دي ما تتكسرش وتفضل لحد النهاردة تبقى علامة ظاهرة لكن التاريخ زكارها عمتان يعني طبعا اشتركوا في القناة